للمزيد في هذا الملف ينضم إلينا على الهواء مباشرة اللواء جاد الكريم نصر رئيس الشركة القابضة للمطارات سيدقا سيادة لو أهلا بحضرتك ما هي طبيعة الاعتبارات أو المعايير التي تضعها منظمة طيران المدنية وعلى أساسها يمكن استفاء هذه الاعتبارات أو المعايير والقول بأن مصر أو دولة ما تخططها وبالتالي اجتازت هذه الاختبارات أولا مصر دولة رائدة في مجال التهران المدني مصر إحدى الدول اللي وقعت على اتفاقية شيكاغو سنة 44 ضمن 55 دولة وبذلك مصر من الدول اللي هي يعني بتحط الخطط والوسائق بالنسبة للمنظمة هي دولة من ضمن دول المجموعة التانية فطبعا جميع المعايير الأمنية بالذات والمقاييس اللي هي صدرة من نظمة الطيران العالمية دي بتطبقها مصر باعتبارها دولة كبيرة دولة لديها أكتر من 22 مطار وبالتالي طبعا لابد أنها تطبق هذه المعايير طبعا في الأوينة الأخيرة أو السنتين اللي فاتوا تم زيادة هذه المعايير طبعا بتطوير الأجهزة وزيادة القدرات البشرية في مجال الأمن واتباع مراحل مش موجودة في مطارات أخرى يعني يمكن زي ما سيدة وزير التهران صرح أن يدلقتي مصر عندها خمس مراحل للتأمين في حين أن أغلب مطارات العالم بتؤمن بثلاث مراحل فقط كل هذه المعايير سيدة اللي هو بداية يعني من النحية الفنية كيف يمكن أن تختلف طبيعة إجراءات التأمين بين مطارين ومطار آخر سواء كان هذين المطارين داخل نفس الدولة أو بين دولة وأخرى ده في أي مطار في العالم في أي دولة في العالم جميع المطارات بتختلف المقاييس والمعايير ولكن المقاييس والمعايير دي ما هيش رقم ثابت هي من إلى فطبعا حسب المطار حسب حجمه حسب الكسافة اللي فيه حركة جوية عدد الركاب عدد المرتدين هذا المطار وبالتالي وكسفت الحركة في الساعة كل ده بيغير من طبيعة الأجهزة يعني مطار فرعي أو مش دولي مش ممكن يجهز بنفس التجهزات الأمنية اللي موجودة في مطار دولي كبير زي مطار القاهرة أو شرم الشيخ أو الغرداء أو أسوان أو خلافه يعني المطارات دي بيبقى فيها الأجهزة وأجهزة مكلفة جدا طبعا يمكن وزيزة طيران صرح أن يمكن تصرف على المنظومة الأمنية الجديدة دي أكتر من ستين مليون جنيه السنة اللي فاتت فبالتالي طبعا التجهزات ستين مليون دولار لو أنا تذكرت الرقم على وجه دقيقي حسب عدد ستين مليون دولار تم إنفقها على منظومة تأمين المطارات على الأجهزة طبعا على موضوع الأجهزة والأجهزة الكشفة على المفاقعات والأجهزة البصمة كل ده طبعا بيبقى تكلفة عالية جدا مسألة منظومة تأمين المطارات ستينيه وهل هناك بعض المعايير الدولية أو الحد الأدنى بالأحرى من المعايير الدولية التي يتعين على أي مطار أن يستوفي هذا الحد الأدنى حتى يحصل على رخصة التسيير أو التشغيل على الأقل لازم طبعا يكون عنده أجهزة للكشفة على المفاقعات وطبعا بمراحل مختلفة فيه طبعا دلوقتي أجهزة للكشفة على المفاقعات أجهزة مقطعية دي طبعا بتبقى موجودة في المطارات الكبيرة ذات الكسافة العالية أهم حاجة طبعا الأجهزة المراقبة سواء بقى كاميرات وكاميرات مختلفة وفيه كاميرات بها حساسية معينة فيه أنظمة إلكترونية يعني فيه حاجات كتير جدا يعني يمكن حتى المؤتمر اللي كان منعاخد في شرم الشيخ اليمين السابقين يمكن اطرحت فيه ورقة عمل عن تهديد الأمن الإلكتروني أو السايبر سيكوريتي وده طبعا موضوع مهم جدا بيبين أدهي أهمية الأمن والتصدي للعمليات الإرهابية اللي بتتطور ولابد تتطور معاها الوسائل الأمنية تطور معاها الأجهزة لابد تتطور معاها التعاون الأمني بين الدول وبعضيها تبادل معلومات يعني الموضوع الأمني موضوع كبير ويعني تخيلنا أن القطاع التهيران ده عبارة عن طائرة تطير فهيبقى يعني جنحها ليمين هو الأمن وجنحها الشمال هو السلامة الجوية ويمكن بالمناسبة أن مصر حصلت على شهادة الإنجاز في السلامة الجوية عن عام 2016 وتخطت كده حوالي 20% زيادة تطور عن السنة اللي قبلها طيب سياتي لو حجم ما استطعنا أن ننجزه في ملف تأمين المطارات أو التأمين السلامة الجوية بشكل عام فيما مضى من سنوات يعني إذا كانت مصر استطاعت أن تخطو هذه الخطوات بـ 20 نقطة إضافية فما هي طبيعة الإجراءات أو الطفرة التي حدثت في هذا المجال معلش السوء غير واضح إذنما إذا كنت يعني سأعيد على حضرتك السؤال مرة أخرى باختصار طبعا الحجم طبعا صحيح الطفرة التي الطفرة التي استطاعت مصر أو الإنجازات التي استطاعت مصر أن تحققها في مجال تأمين المطارات الطفرة طبعا يعني تتضح في الأجهزة سواء أجهزة أحدث للكشف عن المفرقعات في أجهزة الكشف عن الجسد اللي هي البادي سكان في الكاميرات الأمنية زادت عددها أنواحها اكتشافها لأي حاجة غير عادية فيه كمان الأجهزة البيومترية اللي هي أجهزة البصمة بالنسبة للعاملين في المطارات فيه الأسوار بتاعت المطارات تأمنت بمرقبة وبكاميرات فيه يعني العديد من الأجهزة واللي بتساعد على اكتشاف أي تهديدات أمنية لأن طبعا حضرتك عارف أن الإرهاب يتطور وبالتالي لابد أن التصديات الأمنية والأجهزة تكون تتواكب مع هذه التطورات سيادة اللوائدة ما أحسن تسويق هذه الشهادة بأن مصر استطاعت الحصول على عشرين نقطة إضافية في مجال تأمين المطارات ما هي الخطوة المنتظرة أو ما هي النتائج المترتبة على ذلك على مستوى السياحة وعلى مستوى قطاع الطيران المدني بشكل عام هو طبعا يعني اختيار مصر لانعقاد هذا المؤتمر مؤتمر أفريقيا والشرق الأوسط في مجال أمن الطيران المدني وبحضور 350 شخصية منهم 35 وزير دي طبعا بيعكس مكانة مصر وثقالها السياسي بيعكس بقى بالنسبة للطيران المدني الدور الريادي للطيران المدني زي ما قلت حديثك هو دور عريق وبالتالي طبعا بيعكس الثقل ومدى أهمية مصر اختيار بقى شرم الشيخ كان اختيار موفق طبعا لأن شرم الشيخ مدينة سياحية وبالتالي طبعا ده ليه مردود على السياحة شرم الشيخ المدينة اللي عليها حظر من إنجلترا وروسيا فبالتالي طبعا كني نعقد المؤتمر هناك وبحضور رئيس المنظمة وبحضور هذه الكوكبة من الوزراء ونجاح مصر في تنظيم هذا المؤتمر الحقيقة طبعا ده هيبقى ليه مردود كبير عن السياحة وطبعا حضرتك عارف أن السياحة مرتبطة بالطيران لأن الطيران هو الناقل للسائحين فبالتالي طبعا هيبقى مردوده كبير بالذات طبعا لما يبقى فيه معاه شهادة في مجال السلامة الجوية بيبقى معاه فيه بروتوكول توقع يعني ده بعيد عن المؤتمر مع هيئة السلامة الأوروبية اللي هي الأيازة البرتوكول ده طبعا بيسمح بالمرأبة المتبادلة وتبادل الوسائق والاعتراف المتبادل بالوسائق والشهادات طيب سياتي اللي هو بعد أن حضرتك أنا لم يعد أمامنا مزيد من الوقت وأتمنى التعرف على وجهة نظر حضرتك وفقا للمعطى الذي قدمه وزير الطيران المدني بأن مصر لديها 22 مطار بينما هناك دول بأكملها من أقصاها لأقصاها ليس فيها إلا مطار واحد مثلا هل أحسننا استثمار مسألة النقل الداخلي عبر الطيران الداخلي هل يسير على النحو الأمثل من وجهة نظر حضرتك باختصار لو سمحت لم أسمع السؤال الطيران الداخلي داخل مصر وفق المعطى الخاص ب22 مطار هل أحسننا استثماره ولا لا هو طبعا هو في 22 مطار بس يعني الكسافة التشغيل يمكن بتنحصر في 9 أو 10 مطارات باقي المطارات ما بتستخدمش بالصورة المسلة لكن طبعا في المطارات الرئيسية زي شرم الشيخ والغرداء وأسوان والوقصر وبرج العرب هذه المطارات طبعا التيران الداخلي شغال فيها بصورة منتظمة وبصورة جيدة أما باقي المطارات هي لازم تكون موجودة بس يعني ما هيش بتستغلت الاستغلال الأمس نعم اللواء جاد الكريم نصر رئيس الشركة القابضة للمطارات سابقا شكرا جزيلا على انضمامك إلينا شكرا جزيلا على انضمامك إلينا